بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد هنبدأ مع بعض جميع نشاء الله ونعمل الشور ريزالتس فونكشن وهنعمل شوية تحسينات كده ظريفة جدا دلوقتي لما بدوس على الزرار السبميت بيجيب لي السؤال اللي بعده من الابجكت وكله تمام وبيحزف القديم وزي الفل طب انا لو وصلت الاخر سؤال هيحصل ايه لو ضدت السبميت مفيش عنصر بعده في الابجكت فبالتالي هيقول لي زي ما انت شايف كانت read property title الابجكت دي مش موجودة لان الابجكت خلص حلو قوي يبقى انا قبل ما انشئ هنا لما اجدوس بيقول لي add question data قبل ما اعمل الكلام ده وانشئ الاتش تو الكلام ده كله لازم فيه condition نعمله الكونديشن ده مهم جدا تعالوا مع بعض ناخد كل الكلام اللي في الفونكشن ده كده هنا وهنعمل condition معين عشان ينفز الكلام ده بس قبل الكونديشن بص معايا كده بصة على الكود ده دلوقتي لو عندك object فيه خمس اسئلة قلتلو object dot lens هيجيب لك كام خمسة دي عدد العناصر اللي في الابجكت طب لو قلتلك انا عايز اروح لأول عنصر الاندكس بتاعه كام سفر واللي بعده واحد اللي بعده اتنين اللي بعده تلاتة اللي بعده اربعة دول الخمس عناصر بتوعك معنا كده جماعا ان الاندكس زي ما انتم عارفين وقلنا لحد ما هنموت انه الاندكس اصغر من الاندكس بواحد يبقى انا لو جيت قلتلو ان دايما اتبع او اعمل العناصر دي هيفضل يعملها ويطلع لك ايرور يبقى انا محتاجة اقول له ان انا عايز يبقى دايما اقل من بتاع الابجكت حلو قوي ازاي انا اقوله بقى الكلام ده عايز اقول له لو الي احنا وصلنا له اللي هو ده الاندكس احنا وصلنا له مسلا لو انت عندك تسعة اسئلة اخر عندك هيكون رقم تمانية عايز اتأكد ان الديكس ده اصغر من عدد الاسئلة. عدد الاسئلة نجيبه ازاي اللي هو ده. اهو. كده ساعتها يا شباب. زي الفل وتشتغل معاكن غير اي مشكلة. لانه هيفضل يمشي. يوصل لاخر هيتأكد انه اقل من بتاع فعلا. فهيفضل ينشئ. ييجي بقى بعدها يوصل او لعدد العناصر في ما يعملش حاجة. فما يطلعش هو ده بالزبط اللي احنا عايزين. تعال نشوف مع بعض. بس. خلص الموضوع. ما فيش اي ارور. والحمد الله. طيب. نيجي بقى عند الزرار بتاع السبميت. ونقول له. شو ريزلتز. هنعمل شو للريزلتز. هادي شو ريزلتز فنكشن. هنخليها تقبل مننا الكيو كاونت. بس. هتقبل مننا عدد العناصر. قلتلك تاني. دي ممكن تكون دايناميك جلوبل. وتجيبها وما تضطرش تحطها جوه الفنكشن. بس انا متعمد اخليك تتعامل مع البراميترز كتير عشان تشرب الفنكشن بازن الله. طيب. نروح بقى عشان ننشئ. شو ريزلتز فنكشن. هولو فنكشن شو ريزلتز. بتابل مني ايه? بتابل مني الكاونت? عدد بس العناصر. الفنكشن دي هتعمل ايه? اول حاجة الفنكشن دي هكون فيها كونديشن ظريف جدا. ايه هو الكونديشن? نفس اللي احنا عملنا فوق بس فيه اختلاف بسيط جدا وعايزك توقف تفكر فيه شوية. هنا بقول له لو الكورنت اندكس ايكوال تو كونت مش اصغر منه. الله استنى بقى انت قبل كده قلت اصغر منه ليه هنا بيسويه? لما انا قلت اصغر منه معناها ايه? معناها ان فيها اسئلة. مدام فيها اسئلة انشئ لي بقى الاتشي تو الريديو الكلام ده كله. لكن هنا انا مش عايز اسئلة. انا بقول له لو الكورنت اندكس وصل للكونت معناها حضرتك ان الاسئلة خلصت ازهر النتائج. طيب تعالوا نشوف مع بعض عشان احنا دلوقتي بدل ما نهري عندنا دلوقتي تجربة عاملية? هكتب لك هنا كويتشنز از فينشد. فينشد دي? هتطلع امتى? هتطلع لما انت تخلص اخر اندكس. بعد اخر اندكس هتلاقي نفسك وصلت العدد للاسئلة. فيقول له كويتشنز ساعتها نظهر النتائج. تعالوا مع بعض نشوف. ادي اخر واحد بصوا. كويتشنز خلصنا. لكن انا لو قلت له اقل منه هيفضل يطلعها لي والاسئلة موجودة. واول ما اسئلة تخلص مش هتطلع حاجة. يبقى انا كده عارفت امتى اخر سبمتت الداس عليها تعملي المطلوب ده بالزبط. الحمد لله وزي الفل والكونديشن ده هنعمل فيه الشغل بتاعنا كله. اول حاجة خلينا نعمل كده على مستوى بتاع الفونكشن نسميه زا او زا ريزالتس مسلا. بعدين هنوفر رايد الفاليو بتاعته بعدين. اول حاجة خلينا بقى نعمل كده شوية شغل حلو ان احنا مسلا تعال نجيب الكويز اريا او خانشوف اخر حاجة ايه اللي فاضل عندنا ما تحزفش هنا. واحدة واحدة بس. الكويز انفو الكويز اريا. اول حاجة محتاجينها الكويز اريا دوت ريموف. هنريموف الكلام ده من الدوم. حلو قوي. ايه تاني? الانسرز اريا هي كمان مش عايزينها. ريموف من الدوم. انسرز اريا. هي كمان دوت ريموف. هنشيل بقى كل حاجة صح احنا هنعرض النتائج يعني خلاص مفيش مشكلة. السبميت بوتن مع السلامة وكمان مش عايزينه. هاجي بعدها. هادي السبميت بوتن دوت ريموف. في حاجة تانية عايزها. يلا بينا البولتس بالمرة. نشيلها. طيب هل البولتس احنا اخترناها قبل كده? خلينا نشوف. فوق خالص. هنا ما عندناش غير البولتس سبم كونتينر. البولتس نفسها مخترناش. وهو كنقوله let. بولتس. او مسلا بولتس بس كفاية مفيش مشكلة خالص. بيتو ساوي. document.query selector. وبعدين نحط البولتس بالشكل ده. طبعا ممكن تخليها قبل الكنتينر بالشكل ده. عشان نتبقى دي بولتس ودي بولتس سبم كونتينر. كده يعني مور لوجيكا لين. فننزل تحت شوية. وبعدين نقوله ان انا كمان عايز اشيل البولتس دوت ريموف. يبقى احنا كده اشلنا كله زي الفل. ما عندناش حاجة كده باقية. وكله تمام. طبعا نشوف مع بعض. نوصل للاخر. كله تمام الحمد الله. ما فضلش عندنا طبعا غير الريزولتس. ونبدأ بقى النصاتكة ونعمل فيها اللي احنا عايزينه وفيش مشكلة خالص. طيب. حلو اول الكلام ده. هنجيب بقى الريزولتس منين? اول حاجة هنمحتاجين نعمل زي حاجة كده. ان مسلا عدد الاسئلة لو عدت مسلا النص تدي له حاجة. ولو مسلا اقل من النص تدي له حاجة. ولو مسلا اه الاسئلة كاملة تدي له حاجة تانية. طيب خلينا نبدأ مسلا بان الاسئلة اكبر من النص واصغر من اللي هي اخر حاجة خالص. طيب تعالوا مع بعض كده نقوله. لو الاسئلة دي انتا كيبتها منين? يعني الانسرز الصحيحة كيبتها من ين? مسجلينها احنا يا جماعة. في الريت انسرز اللي هي كل مرة اما الشخص بيزيد بيجاوب صح بتزيد واحد. فقول له الريت انسرز اكبر من هنا الكاونت اللي هو عدد الاسئلة بتاعتنا مقسومة على اتنين اللي هو نص الاسئلة اللي هو اربعة ونص مسلا لو عشر اسئلة يبقى خمسة. لو اكبر من خمسة. بتاعتنا اصغر من نفسه بقى. يعني معناها كده لو عندي عشر اسئلة. بقول له ان الاسئلة اللي الجاوبة صح اكبر من النص اللي هو اكبر من خمسة. واصغر من عشرة. عشان عشرة دي لها رانك تاني خالص. هيحصل ايه ساعتها? هقول له انه الريزولتز دي بتساوي. وبعدين خيرين نديره كده رسالة حلوة. نقول له مسلا هنا ندي له هنا سبان كلاس بيساوي جود مسلا. ان هو الشخص كده جود. وبعدين سلاش سبان. وخلينا مش عايز بقعد اعملهم لك بالكريت المنت عشان ما نطولش بقى وقت الفيديو اكتر من كده. سبان كلاس جود وبعدين بعدها ممكن تقول له عدد الاجابات لو حابب. اللي هي عايزين نقول له مسلا جود وبعدين زي مسلا خمسة. وبعدين اللي هو العدد بقى بتاعنا اللي هو الكون اللي هو عدد الاسئلة. ممكن نقول له مسلا خمسة من عشرة او 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 مفيش مشكلة خالص من الكلام ده طبعا. انا بس بوريه لك الفكرة مش اكتر. طيب لو بقى الشخص المفروض ايدي لو بقى الشخص جاوب الاسئلة كلها صح. ازاي الجاوبة كلها صح? انه يعني يا جماعة اللي هو جاوبها كلها عشرة وعدد الاسئلة عشرة معناها بقى ان انا هكتب له كلمة دلوقتي. فهقول له مسلا سبان كلاس مسلا وهكتب له هنا كلمة وممكن ما نحتاجش بقى نقول له كام من كام خلاص. هقول له او 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 هي بتقدي نفس الفكرة. غير كده بقى. غير كده هيحصل ايه? غير كده يا جماعة معناها انه هو الاسئلة بتاعته او الاجابات بتاعته اقل من النص. هتكتب له بقى باد او لو انت مش عاكبت كلمة باد حط اي حاجة مفيش مشكلة خالص. وهنا هقول له انه بعدها على طول انت جاوبت كام من كام والكلام اللي احنا عملناه من شوية. نفسه بالزبط مفيش مشكلة ليه هو ده. فهقول له مسلا ان انت جاوبت عدد الاسئلة اربعة من خمسة. طيب. كده احنا خلصنا الريزولتس والحمد لله وفاضل ان احنا نحط الريزولتس ده في مكان معين. المكان ده اللي هو ايه? لو جينا هنا هتلاقي عندك انت هنا الريزولتس دي هنشير منها الكلام ده خلاص. مش عايزينه? احنا قلنا ان احنا نعمل كل حاجة ديناميك. وهنيجي عند الريزولتس ده عشان نختاره بالجي اس هنا. وهقول له مثلا لت. ممكن نسميه ايه? زي ريزولتس كونتينر او ريزولتس كونتينر. يوسيوي. دوكيومنت دوت كويري سيلكتور. وهدي الريزولتس بتاعي. هستعمله تحت خالص هنا. هقول له بعد ما خلص خالص كل ده جوه الاف كونديشن طبعا. الريزولتس كونتينر دوت اينر اتش تي اميل بيساوي الريزولتس اللي هتطلع لي دي. دي اول حاجة طبعا هنعملها وممكن ننصكه ونعمل فيه شوية شغل بس خلينا نشوف كده. اهو. كتب لي باد زيرو فروم تسعة اس جود. زيرو فروم تسعة ممكن عفكرة بلاش كلمة اس جود دي عشان ما تلقبطش حد. هو كفاية جدا تقوله ان الاسئلة اللي الجاوبة كزا من كزا. حلو قوي. عشان تتعلم برضو ان انت تتنصك بالجاف سكريبت لو حابب عشان برضو تبقى عندك الخلفية تعمل كل حاجة. لو عايز مسلا اغير البادنج هقول له ستايل دوت بادنج. البادنج مسلا انت عايز تخليه كام مسلا عشرة بيكسل. عايزين نغير مسلا الباكجراوند كيلر. هقول له باكجراوند كيلر. نخلي الباكجراوند كيلر مسلا وايت. ممكن نعمل ايه تاني? خلينا مسلا نقول له هادي وايت. خلينا نقول له الستايل دوت مارجن طب عشرة بيكسل. شكل ده. يبقى كده عندنا الريزا. خلينا نشوف كلمة كده عشان تبقى ظريفة. دي الاجابة السليمة. الامج للانكر تاك بس اللي هي دي. بعدين البولد. كل الحاجات دي بتعمل البولد عادي. دي الكل البنيات دي غلط. بعد كده هنا نستخدم الاي فريم. العناصر مش موجودة. كل ده موجود في الاتش تيميل. اه الدكتايب دي سليمة. بعدين الاليمنت اللي نوت اجزيست في الاتش تيميل في البلوك كوت. هنا ازاي نحط الاتريبيوت كل الطرق دي صح. كتب لي هنا بيرفيكت اول انسرز اش جود. كده جماعة الحمد لله زبطنا الدنيا. فضلنا بس الكاونت دون شوية طبعا تحسنات. يا رب جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكو. اشوفك ان شاء الله في درس جديد. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة